السلام عليكم و مرحبا بكم بفيديو جديد على قناتي و قناتكم سلام علي و سي كنتمنى تكونوا على خير و بخير تلقاكم هذا الفيديو و جميع الفيديوهات في احسن احوالكم و اشتركوا بروكات خليكم ان شاء الله بصحيحة و سلامة و بتحقيق الامان و بكل ان شاء الله ما كنتمنى اليوم ها غادي نكملو تحديد زيادة الوزن و زيادة في حجم المناطق الانتبية بمكونات و بوصفات اللي هي طبيعية كيف نقول لكم دائما طبيعي ما كين محسن منه و صدقوني المنات والله القسم ما غديش نجيو لحفلكم غير هكاك عن تجربة لك يعطي نتائج رائعة جدا غير هو كيبغي شوية دي الصبر و كيبغي المدومة و ما نبقاش مقابلة راسي نصارة صحتة غدي تبهلكم نتائج اللي غدي تبهركم في واحد الوقت اللي هو غير متوقعي و ضبطه على هاد النوع هادة من الوصفات سبق لي شاركت معاكم جموعة من الحويجات اعطيتكم كويرات ديال طاقة مشروب او لبروتين طبيعي لي كيزيد في حجم المؤخرة و كهنكم الخفصة اعطيتكم وصفات لتسمين الوجه و ابراز الخدود اعطيتكم مشروب ديال اون و تهد شي كامل ان شاء الله غديخلي لكم صدق الوصف و غدي يطلع لكم في الاخر ديال الفيديو هادة و اليوم غدي نكملو هاد تحدي هادة و غدي نشارك معاكم وصفة لزيادة في حجم الصدر او التدي بمعنى اصح غدي تكون مكون واحد بنسبة لبنت لي ما كيبغوش بزاف ديال وصفات ولا بزاف ديال الخلاطات و ما كدبش هكه تحضر كريم او لاشي حاجة اعطيتكم واحد المكون واحد وهو جبار و عنده قدرة سحرية كيبكت لكم عن تجربة شخصية جالي في زيادة في حجم التدي بشكل طبيعي بدون اي اضرار و لكل من يهمو هالامر كنتم اتمنى تكملي معي الفيديو حتى الاخر اذا غزلاتي غدي نبدو الفيديو ديالناه على بركة الله الفيديو ديالناه بطبيعة الحال حكر على النساء فقط كيف تليكم غدي عندكم مكون واحد جبار و عنده قدرة سحرية على تكبير حجم التدي و عن تجربة شخصية جالي و جال اي وحدة كنوصف لها هاد المكون هادة صدقوني لبنتك يعطي نتائج مضمونة مضمونة مليون في المئة مستحيل شي وحدة تجربوه و ما يعطيهش النتيجة هاد المكون هدا هو زيت الحلبة زيت الحلبة غني ب هرمون الاستروجين الانتوي و فيه مركبات كتفاعل بشكل كبير و بشكل ناجح مع الهرمونات اللي كينا عند العيالات و كيساهم هاد التفاعل هادة بطبيعة الحال فيه تكبير حجم التدي بشكل رائع و ايضا كيساعد على تمدد الانسجة ديال التدي الى قمنا بتدليك بهاد الزيت هادة بالنسبة لزيت الحلبة من الافضل على انكم تاخدوه من بلاسة موطوقة او لا تحضروا بنفسكم و راكين بزاف جل طرق لتحضير زيت الحلبة بالنسبة لطريقة ناجحة لإستعمالوا بشكل نتائج زوينة هي انكم تشدوه كدفوه في حمام مريم اول حاجة هادة ضروري هاد القدية هادة انكم كديرو حمام مريم ما تحطوهش على النار مباشرة كتوضعوها كفشي كاسرونو يديرو كاسرونو تحتمنو فيها شوية ديال الماء و كتصحنو ذاك الزيت و كتاخدوها كتوضعو في الكفة ديالي ديالكم و كتبدو كتدلكو بالتدي ديالكم بحركات دائرية و انتم كتترفعوا الاعلى باش يجي شكل ديال صدر ديالكم مرفوع الاعلى و يجي مشدود ما يجيش مترحل و كتبقاو عليها التدليك شوفوا التدليك مهم جدا تقريبا كيعطي كيشكل واحد خمسين في المياه من نجاح الوصفة انكم تدلكو المدات ديال عشرة دقيق يوميا بشكل يومي كتستعملو هاد الزيت هادة بالليل و في الصباح كتغسلو ديالك المنطقة بالنسبة للبنات اللي غادي يقولو لي الريحة ارا معدكم ما تديرو غادي تصبرو ايلا بغيتو شي حاجة ارا في الصباح اصلا انتم ما غادي تغسلو انا ما غادي تبقالها ريحة لاتا شي حاجة لانك هذا هو الزيت الوحيد اللي ممكن استعملوه و احنا متأكدين واحد مليون في المياه لانه غادي يعطينا نتيجة مضمونة بالنسبة للبنات اللي بغيت تسرع النتيجة وبغيتها تباليها بسرعة ما الافضل على انها تستعمل شي حاجة اللي تكون اه يعني لا تخد عن طريق الفم و مكين محسن من الوصفة اللي سبق لي اشاركت معاكم ديال حليب صوية و سريلاك ها ديالبنات راه راه طوب ها ديالواعي على ديران نقولو نمبر وان بالنسبة الابنات اللي بغان يكبروه في حجم الصادر دياله بشكل سريع تاخد الحليب ديال الصوجة راه كيتباع جاهز وبانسبة لابنات اللي ما بغوش ياخدوه جاهز لانك يكون تمان ديالوا شوية مرتافة ومع المودة وبطبيعة الحال انا غادي يهلك لنجيب ديالنا فمن الاحسن لانكم تحضروه بنفسكم في البيت كتقام عليكم لانكم اقتصادر اجيبوا واحد الكيلو ديال الحلبة وغادي تخدمو به واحد المدة اللي هي طويلة لانكم كتاخدوه كويس منه لانسك اسم منه راكي عطاكم نتيجة زوينة الناس اللي بغا الاولى البنات اللي بغاوا يحضروه حليب صوية في البيت الاسباق لي اشاركت معكم بطريقة تحضير جيلو غادي يخليليكم في صندوق الوصف طريقة ناجحة غير هو تبعوه بالحدافين جيلو تبعو الفيديو بلا واحدة للاخر و كيف تلكم كتاخدو داك حليب جيل الصوية و كتزيدو عليه سيري لعاك سيري لك البنات صراها هاد الوصفة هادي رائعة جدا كتاخدوه مرة واحدة في الليل مع هاد زويته هادي هذا بالنسبة لبنات اللي باغين كيف تلكم يسرعوا المدة ديال النتيجه باش تبعوه النتيجه ضغيه البنات اللي ما زربانات ممكن يكتفوا غير بزيت الحلبة ركي يعطيهم نتيجه زبوينة بنت تبعو البنات اللي باستعملو زيت الحلبة ما الافضل اه داوموا عليه واحد المدة ديال ثلاثة شهر هو الشهر ونص هادا اقل تقدير شهر ونص قبل تبعوك النتيجه و كان اللي كتبعوها قبل على حسب كل بنت و مدى استجابة الجسم ديال هالدك الزيت او لادك الوصفة او لديك الحاجه اللي بادي تاخدها و لكن ما الاحسن انتو متكملو حتى تباليكم النتيجه و النتيجه هادا تكونوا مرضيه و غد يعجبكم الحال بزاف غاين هو كي اكتليكم اهم حاجه تسخنو ديك زويته في باماغي و تدليك هادا ضروري جدا لنجاح الوصفة و لحما بتاليه غد يكونو وصل لنهايات الفيديو كنتم بنا للصادع اليومات تكون اعجاب داركم و تكونوا استفتوا معايا قبلوا تخرجوا مساجد عموني بلايك داكم بارتاج الفيديو و باتبخروش عيه بتعليق زيناديكم حتى تلقاوا مرة اخرى ان شاء الله انا قولكم تلاف ريوسكم كنبغيكم بزاف السلام عليكم